حاجة تانية وخبر تالت كمان مهم جدا نتكلم فيه لان في الساعات الاخيرة انتشر خبر عمل بلبلة مش بتكلم بس في السوشيال ميديا ولكن حتى على المستوى الرسمي مع الاتحادات او حتى مع الاندية لان الدور المصري لسه مستمر لغاية نص تمانية او اول تسعة موقع البطولة المغربي زي ما انتوا شايفين على الشاشة نشر خبر بالامس عمل ضجة كبيرة جدا وقالك فيه ان الكافي استقر على ان شهر يونيو اللي جاي يوم خمستاشر هو اخر موعد لارسال اسماء الاندية اللي هتشارك في دور الابطال وكاسو الكنفدرالية الموسم اللي جاي انا عايز اكد لحضراتكم من خلال مصادرنا الرسمية في الاتحاد الافريقي نفت هذا الخبر جملة وتفصيلا تم التواصل مع المسؤولين في الاتحاد الافريقي بشأن هذا الخبر والناس اكدت ان هذا الكلام عاري تماما من الصحة بل ازدكم من الشعر بيت اكدونا من خلال مستند رسمي حصلت عليه ان ليحة البطولة اصلا هناك موعد متفق عليه ومنصوص في الليحة ان 36 هو المعاد الرسمي لاستلام اسماء الاندية من كافة الاتحادات المعنية وكل اتحاد اذا الدوري عنده لسه مستمر بيطلب استثناء حوالي اسبوع 10 تيام 15 يوم او شهر وفي النهاية القرار لدى الاتحاد الافريقي ولكن فكرة 15 ستة ان الاندية لازم او الاتحادات تبعت اسماء الاندية كلام ده عاري تماما من الصحة وللأسف البعض هنا كان يعني مش في سياق هذا الخبر من موقع البطولة واحنا بنأكد لحضراتكم هذا الخبر غير صحيح ولسه المعاد الرسمي يوم 30 ستة ولغاية اللحظة اللي بتكلمكم اصلا فيها الاتحاد الافريقي مهتم بمباراة يوم السبت لا تكلم على الموسم الجديد ولا بعد شروط الموسم الجديد ولا تكلم في اي تفاصيل حاجة واحدة بس اللي حصلت ان كل الاندية اللي بتشارك في المسابقات الافريقية مطلوب منها قبل يوم 1 ستة تبعت ملفات الترخيص كل نادي يقدم الرخصة الرسمية بتاعته عشان يشارك في البطولة الافريقية ووقتها الاتحاد الافريقي يا يعتمد الرخص يا اما يأجلها يا اما الاتحاد الوطني يكون ليه اعتراض على رخص الاندية اللي هتتقدم دي التفاصيل والكواليس الحصرية اللي بكلمكم فيها